لأنه قانون النفط والغاز ثلاث دورات يتأجل ما يصدر هذا القانون ولذلك بقت هذه العلائق والحسب نهاياتها نهاياتها مفتوحة وفي بعض الأحيان يبدو لأنها تخضع لمجاملات سياسية أو لصفقات سياسية صفقات سياسية عفية صفقات سياسية وهذه تبين بوادر شوكت في كل دورة انتخابية بعد ما تطلع النتائج يبدون يتفاوضون اشتنطيني وشمطيك خليني أصير رئيش وزراء وصير الوزارات وهذه الاتفاقيات يبدو في بعض الحالات ما تتفقوا خاصة بعض الاستفتاء اللي يسووه هذه قضية خطرة جدا لا بد من نعد قانون النفط والغاز بصيغة اللي أعد بيها في 2007 ما يشتغل لأن القليم تجاوزها قليم تجاوزها صدر قانون النفط والغاز مالت تعاقد ويا شركات التجامات مال الشركات ما تعرف شنه هي حقوقها ما تعرف شنه هي تعويضات والمبالغ اللي تستعاقها ما تعرف شنه هي هذه كلتها زين أصبحت التجامات على العراق فأنت بالنتيجة تصدر قانون النفط لازم تعيد كتابته بالشكل اللي يرضي واقع الأرض اللي موجود أكون عندك عقود تراخيص موجودة بالعراق وأكون عندك عقود مشاركة أنت سوي قانون نفط وغاز وتقول النفط النفط وزارة النفط أو النفط الوطنية هي الجهة الوحيدة اللي هي مسؤولة عن هاي الأمور لو غيرها إذا أردش فهي نشوها ترى نشوها إحنا نتذكرهم